تخوف كبير لقات الأسبوع اللي فات لما قلت أن هناك علامات استفهام كبيرة جداً على استعانة بنفس الأسماء في تقنية الفار ماريا ريفيت وعادل زوراق اللي اتنين كانوا على تقنية الفار في ماتش السوبر الإفريقي وحسبوا ضرب الجزاء للتحاد العاصمة والرفضوا يحسبوها للنادي الأهلي هي هي وأوضح من بتاعت التحاد العاصمة استغربت هو ازاي نفس الاسم تاني في فرق ماتشينبس يعني احنا اتحاد العاصمة لعبناه وكانت مباراة تابعة للاتحاد الأفريقي مش في الدولة العام المصري مثلاً وبعدين لعبنا مباراة سيمبا الأولى ثم مباراة سيمبا التانية ثم في مباراة سانداونز رجعنا تاني ريفيت وكابتر عدل زراق النهاردة كان فيه ركل الجزاء واضحة وضوح الشمس وكان هناك اه 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 وضرب الجزاء والله هنا أنا هنا لا أقول عشان ما بقولش الكلام اللي أنا بقوله ده علشان أبرر شيء ولا أي حاجة ممكن وإحنا وحشين كانت الكرة دي جاءت تكون الماتشي خلس واحد واحد يعني الكرة دي لو تم احتسابها ودخل الجون كانت ممكن ما تخشش على فكرة ولكن لو الكرة دي تم احتسابها ودخل الجون كان هتبقى النتيجة واحد واحد وكنا هنطلع نقول ان احنا وحشين برضو ده حتى الحكم لم يتم استدعائه من الأساس طب حد يفهمنا أنا قلت الكلام ده في مباراة يوم الأربع اللي فات على فكرة أنا عايز حقي أنا كويس أنا وحش فنيا حنتكلم وحنقول وحنقول مين غلط ومين صح ومين بتاعه والكلام اللي لطيف الحلو بتاع الفني ده حنتكلم فيه ولكن أنا عايز حقي أعمل إيه تلات أربع مباريات بيتم ظلم النادي الأهلي ظلم تحكيمي بيّن أنا مش من أنصار نظريات المؤامرة بالمناسبة لكن قرة طويلة عريضة في أربعة وخمسين اتحاد ما فيها شغل الاسمين دول اللي يكونوا على تقنية الفار في ماتشاة الأهلي أصلا تعينات الحكام في إفريقيا غريبة جد عشر أسماء تقريبا وبيتكراروا في كل مباراة بشكل غير منطقي طب فين بقية الحكام قال أستاذة مارية قاعدة كابتن مارية قاعدة أين حكام أربعة وخمسين اتحاد موجودين في القر معقولة ما فيش غير كابتن مارية ليفت علشان تحكم لنا في الفيديو وكابتن عادل معقولة ما فيش غير عشر وخمستاشر اسم بس اللي عملين يلفوا على كل الماتشات لدرجة إنك تعين نفس الاسم بفارق ماتشين حتى ماتشين سيمبة رايح جاي النادي الأهلي له راكل الجزاء هناك والله ما بقوا برر للمرة المليونة هون ولكن راكل الجزاء الكهرباء في ماتش سيمبة هي راكل الجزاء راكل الجزاء كهرباء في ماتش التحاد العاصمة أو في ماتش السوبر راكل الجزاء راكل الجزاء كهرباء في ماتش سيمبة الأول ثمبة سيمبة الثاني راكل الجزاء النهاردة دي حضراتكم شايفينها إيه يا ليت حد من اللي ما بيشجعش الأهلي يقول لي حضرتك شايف الكرة دي إيه ملاش الأهلوية الأهلوية حيقولك دول الأهلوية وبيخايفين على نديهم وبيقولوا لأ وبيبرروا الكلام ده كله طب حضرتك الكرة دي لو تم احتسابها في الديئة 89 ولا 88 وكانت ركل الجزاء بتبقى نسبتها أعلى أن هي تيجي جون لو دخل الجون وتعدمنا واحد واحد لكن أن يكون التحكيم بهذا السوق وبهذا المستوى وبهذا الشكل اللي يثير الريبة والله العظيم تلاتة أنا مش من أنصار نظرية المؤامرة خالص ولا بنظر دائما لنظرية المؤامرة ولا بحبها ولكن اللي بيحصل ده حضرتكو شايفين أنه هو طبيعي يعني ماشي أنا فرق أنا وفرقتي وحشا وحكلم عن فرقتي وحكلم عن مدير كل الكلام اللطيف الحلو ده لكن دي مش ركل الجزاء ولا أهو يعني أتالي هنا سميل هنا أهي حضرتكو شايفين أن دي ركل يعني أهو الرجل أهو إيده بين زائق ركل الجزاء صحيحة مية في المية ترجمة نانسي قنقر